استثمارات رجال الأعمال الروسي في بريطانيا تقترب من 30 مليار دولار وهناك ضغط على الحكومة لفرض عقوبات عليهم بسبب الحرب في أوكرانيا أشهرهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي رومان أبراموفيتش أبراموفيتش اشترى تشيلسي في عام 2003 بنحو 200 مليون دولار يا بلاش بالنسبة لنادي من أفضل النوادي في أفضل دوري في العالم بالنسبة لملياردير أيضا مثل أبراموفيتش فهي من طرف الجيب لكنه استثمر مليارات على مدى سنوات وغير شكل النادي جعله قوة وخصما يخشاه الآخرون فتح الباب أمام مليارديرات آخرين ليتشجعوا للقدوم وشراء أندية أخرى في الدوري خلال العشرين عاما الماضية منذ شرائه النادي حققت شيلسي العديد من الإنجازات مثلا التتويج بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز لقبان لدوري أبطال أوروبا العام الماضي فقط حصل على كأس السوبر الأوروبي وفقط الشهر الماضي توج بكأس العالم للأندية يعني تقريبا فاز بكل شيء كل شيء بكل بطولة وكل لقب واحد وعشرون لقبا حصده تشيلسي خلال حقبة أبراموفيتش لكن تصعبت الأمور الآن بالنسبة لأبراموفيتش في الفترة الأخيرة مع الحرب في أوكرانيا كثيرون يقولون أنه مقرب من بوتين وهو أمر ينفيه الملياردير الروسي في ظل ازدياد الحديث عن عقوبات محتملة ضد رجال الأعمال الروس قرر أبراموفيتش بيع تشيلسي وقع كان قرارا صعبا للغاية ويؤلمني الانفصال عن النادي بهذه الطريقة ومع ذلك أعتقد أن هذا في مصلحة النادي أصدرت تعليمات بإنشاء مؤسسة خيرية يتم فيها التبرع بجميع عائدات البيع الصافية لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا نبأ قرار أبراموفيتش يعني قابله حزن كثير من مشجعي وعاشقي تشيلسي استمعوا إلى بعض منهم أنا محطما تماما لكننا نعلم أنه فعل ذلك لأسباب وجيها الحكومة البريطانية استهدفته والجميع ضده الآن نبأ مؤسف وما يحدث في أوكرانيا محزن للغاية نعتقد أن كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية طبعا لتشيلسي عشاق في البلدان العربية ماذا عن ردود فعلهم هذه بعضها سعد العلياني يقول الحقيقة فراق مؤلن بجماهير فخر لندن قاتل الله السياسة اللي حرمتنا من صانع الإنجازات في البرينج منيف الحريري وداعا يا الشامخ محمد القحطاني يقول صندوق الاستثمارات السعودي فين هذا النادي اللي يستاهل ينشره السؤال الآن من سيشتري تشيلسي خاصة وأن المبلغ المطلوب أربع مليارات دولار الأسماء المتداولة هي الملياردير السويسري هانزو يعني هذا هو الملياردير هانز يورغ لا هو بالثمانين عاما فهذا هو الملياردير السويسري هانز يورغ فيس صاحب شركات أجهزة طبية لدينا أيضا جيم راتكليف أحد أغنى رجال الأعمال في بريطانيا ورجل الأعمال الأمريكي تود بوهلي الذي حاول شراء تشيلسي مرتين في الماضي هناك اسم آخر من العالم العربي لطفي محمد منصور هو الرئيس التنفيذي لشركة منكابيتل في لندن الذراع الاستثمارية لمجموعة منصور هو نجل رجل الأعمال المصري الملياردير محمد منصور لكن في كل الأحوال كثيرون يرجعون أنه لن يكون الشاري شخصا بمفرده إنما مجموعة مستثمرين شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها